اهلا بحضراركم بعد الفاصل للنادي الاهلي كابتن سيدة اخبرك ايه كابتن سيدة اخبرتك اولا انا مبسوط ان انا اكون معاك ربنا يخليك ثانيا اه يعلم ربنا انت لك مكانة عندك بير ومعزك حبير جدا يعني يساعدني ويشرفني طبعا ان انا اكون معاك ربنا يخليك هبدأ معاك من بدايتك فكرت ازاي ان تروح من النادي الاهلي انت مولود في الفيوم ومشوار طويل طبعا كان بالموسطة التعزمان دي كان مشوار يعتبر سفر ازاي فكرت وهل الاسرة ساعدتك على انك تسافر وتروح تحضر الاختبارات طاعت النادي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم يمكن في البداية اي حد بيبقى عنده طموح والهدف بيبقى اللي بيحلم به بيبقى في المتناول شوي ما فيش حد يحلم بحاجة مش هتجي في تخيلات وخالص ما كانتش ابدا في تخيولي ولا في طموحي ولا في اهدافي ولا في حلمي حتى ان انت هتبقى موجود في القاهرة بشكل عام او في النادي الاهلي بشكل خاص اه انت من سكان الريف من بلد اسمها الامشاف محافظة الفيوم تفكيرك بيعني حصر في الاجواء اللي حواليك في البيئة اللي حواليك بتروح للمدرسة بتلعب كورة بتتفرج على مقشرة الاهلي بتتفرج على لعبت كورة في الشرع اه طبعا كورة شراب ولا كورة كبيرة لا 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 بل حيتش كورة شراب لي خالص لحيتش كورة شراب لي خالص يعني انت راجل مديرن يعني اه في العمري بيين علي لعبت كورة كبيرة اه لعبت كورة كبيرة مين من اللي كان فيه معاك في اسناء وانتوا بتلعبوا كين انت كنت مكون فرقة ولا انت داخل فرقة لا هي محطات بقى صغيرة شوية اه يعني ليه اخ كان لعب كورة عالمي كان لعب كورة جميل جدا جدا يعني فرض ولا مدافع ولا لا كان بلعب نص ملعب نص ملعب نص ملعب ديفندر يعني وبيكمل وعنده عنده مصافات احسن مني شوية يعني انا انا كان حتة الدماغ وانا بلعب مش على اعلى حاجة مش احسن حاجة هو لأ كان كورته حلوة جدا كان عنده سرعة كويسة كان عنده مهارة كويسة كان بلعب بدميره يكمنش ليه مش مسألة طموحك الاهداف زي ما قلتلك والواحد بحسب تفكيره اه طبعا يعني على الحتة اللي هو فيها ما فيش اللي يقدر ياخد بيده وان هو يقدمه ولا كان بيفكر انا لسه بقى هنزل للقاهرة ولسه مجيش في احلمك اصلا يعني مجيش في احلمك اصلا حتى عندما هو قدملي يعني هو اللي جابني القاهرة هنا هو اللي يش spr significant هو اللي جابني هو اللي اشتراى الاخترة هو كان بيدرس في كل تدهر قلوم وانا في البلد كانت تستمر بكيان اتين جنيه اتنين جنيه اه انا عايز الاتين جنيه انا ماخدش ot maybe the two فهو حتى الصدفة يعني هي أقدار طبعاً ربنا سأعطي على أكيد يعني هو الراجل خارج من امتحان فعادي جداً يمكن أن أقولتها كذا مرة بس هو خارج من امتحان مبسوط من أداءه في الامتحان هو فرجلي خدته من جامعة الكاهرة لحد الجزيرة مع أصحابه يعني تمام فأشار زحمة في الجزيرة كان لسه مدية نصر ما تعملتش كنتش موجود معاه انت لا لا خالص كان لسه أهلي مدية نصر ما تعملتش لسه طبعاً اه طبعاً الكلام دا سنة تبقى 89 89 13-86 انت عصي انت عو الساسة واريخ اه فاشتريت ايه الزحمة دي فقالوا له دا اختبارات النادي الاهلي واللي بيحب يقدموا اللي عنده أخ أو ابني ولا حاجة اشتريوله الاستمار اشتريوله الاستمار زي فراخ الجمعية زي ما نظر كده فراح اشتريه هو الاستمارة ب2 جنيه وبعد كده يعني كان في حد ينازل من البلد بقى يعني كان حد في القاهرة من البلد انا نازل البلد بقى تاني اه فانا قاعد يعني قدامي الباب زي ما بيقوله كده يعني طفل عادي جدا يعني فلقيت حد جاي اه مبروك انت عندك اختبار يوم 13-6 اللي جاي يعني اختبار ايه استيعابك مش جاي اصلا طفل يعني عندي 11 سنة وشوية شهادة مش عارف حاجة مش تاهد حاجة والنادي الاهلي يعني انت اكيد بتهزر اكيد بتتحك علي اكيد يعني هو شاف فيك انك لعيب كرة وممكن توصل يعني هو هو مقدرش يحقق حلمه هو اللي كان عاوز يوصل بي بالضبط كده عاوز حط حلمه فيك انت بقى اللي انت ممكن تتكامل مسيرة يعني دايما هتلاقي في الحتة الاسرية لو اب نفسه في حاجة مقدرش يحققها فبيحبي ابنه يطلع نفس الكلام او اخ نفسه في حاجة مقدرش يحققها انما الاسرة كانوا بدايقوا وانت بتروح تلعب حتى كرة في الشرع الكلام ده لا خالص جي جاب لك الاستمارة وقالك انت عندك اختبارات في النادي الاهلي ايه كان احساسك لما سمعت اول وهلة كده ان الاستمارة النادي الاهلي ايه اللي هي وديني هناك واللي جاب الاستمارة ايه اللي انت ضرب فيك من المحظة دي يعني اولا كنت بتحس او حاسس ان انت بتحلم لاجواء مش هي الحياة اللي انت عايشها نعم مش السيناريو اللي انت حتى متكرر في حياتك انت بتصح من النوم أولة كنت شاطر جدا ي hinge an يعني كدراسة لها حتى ستبت حتى ستبت حتى ستبت ما تسألنيش اوره لا كنت شاطر كنت طفل يعني متفوق مش كنت حد يعني نبغة يعني ما كنتش حدي يعني مش عادي لا مش عاري أعني حد مش واخد الكرة بس هي بيلعب بس لا كنت شاطر تمام ما كنتش أفضل واحد في الفصل يعني مش أحصل واحد في الفصل يعني 103-4 في الفصل يعني دي ساعدتك وساعدت الأسرة أنها عاوزة تديك فرصة أنك تلعب كرة آآ يعني والدي الله يرحمه والدي كان مدرسة في الحياة رغم أنه تعليمه ما كانش أعلى مش عالي جامد يعني ولا أعلى حاجة لكن كان مدرسة في أسلوبه في التعامل في أسلوبه في دارة الأزمات في تعامله مع الناس في سياسته حتى وفلسفته في الحياة يعني فمحدش عاكسني بالعكس كل الناس سمدتك وكل الناس كانت ورائك وفي ظهرك رغم أن أنت ما كنتش الأكبر ولا الأصغر في الوسط آآ في الوسط ما خدت الاستمارة إيه اللي حصل لك؟ ما خدت الاستمارة فأخويا رجع بقى تاني من القاهرة قعدنا يومين ثلاثة وبعد كده بدأنا نشتري اللبس اللي هنروح بيه الاختبار بقى آآ اشتريت إيه هو اللبس بقى لأنت أشتريت أنا كان فيه زمان طبعا تفاكر عمر فندي وصد ماوي والحاجات دي باتة وموجودين فيه موجودين لحد دلوقتي الحاجات اللي زي كده آآ كان نفسي يكون عندي اللبس دي والله لحد دلوقتي كان نفسي طبعا بس أنا مش من الوقت اللي احتفاظ باللبس بالذات يعني باكل ليلة كده فرح نشترينا وبعد كده نزلنا كان يوم اتناشر ستة كان يوم اتنين طب قولي أول ما خدت الاستمارة وقالك أن أحضر نفسك ليلة الاختبار وانت في الفيوم وهتنزل على القاهرة عشان رايح ليلة الاهلي انت الليلة دي نمتهى كويس؟ لا ما نمتهاش كويس يعني الليلة دي ما نمتهاش كويس بس ما نمتهاش في الفيوم نمتهى هنا في القاهرة أنا جيت قبل الاختبار بيوم بيوم عشان تبقى مريح وكل حاجة طبعا حادة المواصلات زمان كان ببضو صعبة شوية لسه بقولك كده طريق الفيوم زمان كان اتجاه واحد يعني رايح جاي رايح جاي مش رايح الواحد وجاي الواحد زي دلوقتي لاح دلوقتي بسم الله ما شاء الله دلوقتي لا بسم الله ما شاء الله نقلنا نقلة كبيرة اوي اه خالص يعني سكة تانية خالص صراحة حقيقة فكل الاتجاهات ونسة فكان بيبقى اتجاه واحد رايح جاي فبالتالي الدنيا بتبقى بسيطة وانت ماشى كل واحد باشى من راحوا على مهلو وبعدين في هتة تانية صعبة شوية من القرية للمحافظة من الامشال الفيوم مع العصر ده برضو ما كانتش المواصلات كتير متش سهلة كمان فانت عشان تتحرك الفجر مسلا انت بتقف بقى في عزة البرد ده تقف تستنى عربية جاية بالصدفة تنزلت بقى في القاهرة قبل الاختبارات بالضبط اه نزلت بقى عند مين بدت عند الناس قريبي في المونيب في المونيب عشان تبقى قريب من النادي عشان هي بقى قريب اللي موجود قريب ولا بعيد الموامل تبقى وبعدين رحنا للاختبار تاني يوم نسيت الشرب يا حد بالدنيا ينسى الشراب جدير والحزاب عمدت ايه لما انزق سيت الشراب خدت شراب اخوية اللي هو اكبر مني اساسا يعني فانت داخل يعني الشراب انت لابس تريد الجزود في رجلك ما اعلم بالله ربنا انت هتلاقي في اللي قدامك ده قمة التلقضات اللي في الحياة وانا عايزين الناس على تتعرف الكلام ده كله يعني وصلت النادي الاهلي وصلت النادي وانت اول واهلة كانت تداخل على النادي انا كنا في النادي حوالي الساعة سبعة الاختوار كان الساعة تمانية المغروض الساعة تمانية سبعة صبح اه كنت متحرك من الساعة ستة من المنيب عشان تنصر النادي اه ستة ستة وعشرة ستة وربع كده اه بدأنا نتحرك وصلنا للساعة سبعة فطر تساعتها اه فطرنا وبعد كده روحنا للنادي كان فيه خوف طبعا رهبة كان في طفل برضو يعني 11 سنة وشوية ان انا كان عندي 11 سنة وخمس شهور بالزبط نعم او 11 سنة وستة شهور يعني مم فلما دخلنا لقينا عالم بس جسمك كان قليل ولا جدا ولا كان معقول جسمك كان قليل جدا جسمك كان صغار جدا جدا يعني طبعا طبعا كان قصير جدا نخلي بالك يعني انا بدأت في السنواء العامة ابدأ اطول شوية رجوبة هي اللي عليتك بنكمش بنكمش ودخلت النادي الاهلي دخلت بقى الاختبار اختبار اول اختبار كانت حدوت غريبة شوية بقاقول الحوادين والناس عايزوا تعرف الحاجات دي لما دخلت كان بيقسموا اللعيبة لمجميع يعني كل تمانية كده 4 ضد 4 وفي 5 ضد 5 ملعب كان فيه ملعب حضر كان عارف الخماسي دلوقتي ده كان ملعب ثالث كان ملعب اللي عند الجامعة مظبوط كده كان ملعب ده اللي بتلاعب فيه الاختبارات وبتقوم فيه الاختبارات وكان فيه مظلطين انا معارفش الهدف كان ايه ساعتها لكن الناس المجربين ومدير قطاع الناشئين في الوقت ايه ده كان كابتس محمول السياسة الله الرحمن الله يرحمه يا عسيني دي وحاجة كنت موجود انا خباك كنت موجود اه كنت موجود في الاختبارين الاولاني والتاني بعد كده مش عارف يعني حاجة ماكملتش ليه بعد دي كانت قصة تانية كانت 13-6-89 ده كان يوم التلات ده اعدنا من الساعة 7 لحد الساعة 11 انا قاعد كان اعداد قد ايه تقريبا لا 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 كان كتير قوي يعني مش اقدر اعدها لكن بتتكلم في اليوم ده ممكن تعدي الـ 500 مسلا يعني عدد كبير فانت بتقسمه لتمانية 4 ضد 4 و 5 ضد 5 4 ضد 4 و 5 ضد 5 وملعبين لا ملعب واحد لانه ملعب صوير ملعب صوير خماس ملعب الخمس ده كان صوير كان صوير خالص يعني كان لسا الخمس ده ما تعملش بس كان صوير جدا ما كانش كبير كان فيه ملعبين فيه ثلاث ملعب وكان فيه الجزيرة واحد مختار تيتش تيتش وبعدين الهوكي اللي كان وراء ده لا فيه واحد كان فيه الجنين ما كان الجنينة دلوقتي اللي حواليك عارفه ايو ايو الوراء ما هو ده كان مستمين الهوكي زي ما نلعب فيه الشمس مع الله رحمه اللي هو حلمي بالضبط لما الكرة كانت تنزل للملعب التاني ونقعد نلفه نلف ايه ده احنا مرة نلعب مع الشمس وضد الكابت الحلم اللي هو حلم اللي ارحمه فاحنا كذبانين فرق ثلاثة فرضي لعب لحد بديني يا ليلي وتعادل وامشايا تبكورة بعد كده في المبنى اللي جان بينا اللي يجب معلمين اللي يجب اه فالمهم ايه قعدنا سبعة حداشر الله ربع والشمس من سبعة من سبعة فانا قاعد ابص لاخويا واخويا ابصلي هتنزل امتى كل عمال ينزل ويطلع ويقوم فحطين اتنين مظلة مظلة تحتها مجموعة من المداربين بطرابيزة كده وفي مظلة تانية فيها واحد احد الواحد اللي هو كتسيس تمام تفتكر مين المداربين اللي كانوا موجودين دول اه طبعا اه طبعا كابتن رمضايا السيد كان موجود كابتن حسام البدري كان موجود بس مش الاختبارات كلها كان فيه كابتن ماهر همام وماهر همام كابتن ماهر همام كان موجود اه فدي الاسماء اللي انا كنت متذكرها كويس فالسبعة تحضش والوربع فخلاص عايزة عايزة اسأل بقى يعني انا هنزل امتى رحت سألت مين فكطفل وتفكير طفل لو رحت عند المجموعة يعني هتلاقي نفسك تشتت مليون واحدة اتكلم معاك لكن لو رحت الواحد من يومك وانت المتعب بختار الطريق رحت بقى اتكلمت مع كابتن سيس مع كابتن سيس ما خفتش وانت رايح تتكلم مع كابتن سيس لا خالص ما كانش اقل لك مثلا انت ايه اللي جابك او روح اقعد مع الجموعة عناك لا خالص انا راح استفسر على الحاجة مش راح مش اطلب حاجة ما راح استفسر يعني قلت له قلت له انا بقى لي قال لي هات الاستمارة كده اللي كانت معاك اللي كانت معايا فبصيت بص على الاستمارة وراح قال لي اه اه اسف ان انست اقول لك معاك الاختبار التاني انا مختورتش الاختبار الاولاني اصلا عشان اختبار الاختبار التاني فرح قطع الاختبار كان النظام لما تقبل الاختبار الاولي قطع لك الجزء التحتاني ده ويديك نص ولما تيجي الاختبار التاني بقى انت معاك النص اللي معاك وفاكر اللي 10 انه المطوعة كده. وراح كاتب لي الاختبار التاني 15-6 اللي هو بعد بكرة بقى يعني. اه. 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 تسعة وتمينة. انت بدخلتش الاختبار الاولاني. اختبارش خبال الاولاني ياسم منزلش. وبعدين. ده مريبة اوي. تاني مرة فهمتي اللي هو عليه يعمل كده. اه. انا الاول ما استوعبتهياش. ايه اللي حصل بقى? فلما طلعت قلت لاخو اي اه ده وقال لي تعالى بعد بكرة. قال لي بعد كل ده. طب وينش معنى انت اللي تيجي بعد بكرة. اه. برضو ما استوعبناش. احنا ليه. مرضيتش تقول له احوك ان قال لي انت قبلت وجاء في الاختبار التاني. ما مش منطقي يعني. يعني. انت مقولت ليش كده. لا لا لا. قلت له وقال لي تعالى بعد بكرة. اه. قلت واقع جدا في الكلام. اه خلاص بقى يعني. لانا فهمته. اه. تاني يوم عادنا بقى هنراوح البلد تاني وهنموصلات تاني. فقلنا نقعد في الكهرة الثلاث يام ده. اه. فقعدنا لحد يوم الخميس. جاي يوم الخميس بقى حصلت حاجة. كانت حاجة لك مشهد فيها. احنا عادين من الساعة سبعة برضو. الساعة عشرة وعشرة ونصف. السرولي مشهد حلوة ولا وحش. لا ما عرفش بقى موقت. قلت لو انت موجود كنت مشيتني ساعتها. ما عرفش. كل الناس اللي بتختبر. اه. التمانية عشرة بياخدوا منهم واحد بس. بس. يعني شخص واحد بس اللي بيقبل. من الاعداد من كام عدد? من التمانية. لكن التمانية اللي بتنزل. لا من التوطل بتاع الاعداد. بتاعété حان فليوم انت ممكن. ماختبار تاني انت صفيت الاولاني فاني اختبار تاني بيجي لك عدد اقل. لكن المجموعة اللي بتنزل تختبر كتمسطفة بياخدوا منها واحد. يعنى يوم ما تبقى حاجة جامدة جدا ياخدوا منها اتنين. فانا يعني فهمت ده. اللي بشوفه كده. يعني المجموعة تطلع ياخدوا منها مواحد التاني شكرا. اه. وفي واحد كويس معايا خلاص بقى يعني بعضين بصيت يميني في شمالي كده فلقيت اتنين من اللي انا شفتهم المرة اللي فاتت لعبة كويسة مش وحشة كان فيه مواد اسم محسين التان مش فاكت اسمه ايه لكنه ولد كان اسم محسين فنزلنا الاختبار خلاص نزلنا روحت انتوا قايلين الجو حر شوية الملعب تراب مكانش انجيله رش الملعب رش الملعب انا ام حسين عفيفة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يعني فبدأ يرش الملعب روحنا احنا طلعين لحد ما يرش الملعب اه تمام حقيقة روحت ماشي يعني ما عرفش مشت لي مش عارف مين اللي مش هيك يعني ازا بوس على ايده ده لابن شفت وكنت خدتك كسفين بتاعي فنزلنا احنا خد ثلاثة من الموجودين من المجموعة بتاعتنا خد ثلاثة خد حسام ده والولد التاني يعني اول مرة غير قعدة بياخد واحد خد يتلاثة خد وثلاثة ما عموك هي مش قعدة ثابتة بس كان ايما هو عشان الاعداد عشان الاعداد انت بتحاول تصفي بقا يعني كويس فلما روحت بقى لكابتالسايس بقى عشان يعني يقوللي المعادة التالت بقى عرفت ليه هو عمل معي كده الأول في المرة الأولى ليه بقى اقول له كده انا اسمي سيد محمد محمد عبد الحفيز تمام في واحد في الاختبار كان اسمه سيد محمد محمد إبراهيم بدل عبدالحفيز إبراهيم قبل قبل أن أروح له كابت السيس على طول كان سيد محمد محمد إبراهيم ده رايحه في المجموع اللي قبل أن أروح له على طول أسأله فكان موافق له أو أعدل الاختبار فهو لتبس عليه الأمر إنه ما يدلوش المعادة التاني وعطول لي أطع على أساس إنه هو سيد محمد محمد إبراهيم الأولاني أطع إبراهيم فابتكرك أنت بقى اه بالضبط كده وبقيت انا وسائل محمد ان لو لو موجود دلوقتي انا ببعطل التحية والله لان اهنا بقيتنا صحاب شوية كمان اه عدنا صحاب شوية كملنا من الاختبارات وهو برده اختروه ضمن الناس اللي كانت موجودين اه بظلنا مكملين بتاع شهرين مع بعض اه الاختبارات دي طاولت جدا اه لعم هالاختبارات طاولت جدا عدنا بتاع شهرين مع بعض وبعدين هو راح الترسانة لعب في الترسانة شوية يعني ده اختبار عدية الاختبار التاني ده وبدأت اخش مع الفرقة بعد اختبار تالت او رابع بدأت ان نخش مع اجواء الفرقة ويبدأوا يكرنوك ما بين ما قالكش انت كويس ليه ولا الكلام ده كله ولا ما كانش به كلام خلال لا 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 بيديك معاد كل يوم مم فبقيت كان معاد بعد المعاد التاني يا كتير انا من شهر ستة من ستة الحاد مسلا اه مسلا سبتاشر تمانية سبعتاشر تمانية كده انت كعب داير بقى اه لدرجة في يوم فيه في يوم يعني ساعات بتبقى فيجي رسائل ربانية كده اه طبعا كلها اقدار اه في يوم في يوم من كتر ما انت بتروح كل يوم انا بسحصار باع الصبح يعني اه كتير بقى هتقعد هنا عند قريبة كتير يعني يوميا هتبقى صعبة شوية هل فكرت في انك بقى زهيقتي بقى خلاص وكنا مش عاوز اروح ما انا اقولك بقى بدأنا يعني بدأت اه 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 اجل صبح وبعدين اروح للفيون ولو فيه اختبار تاني يوم ولا حاجة ابدأ اتحرك بدر شوية فوالدتي الله يكرمها يا رب كانت تصحيني مسلا الساعة عربعة الساعة عربعة وشوية نصال الفجر والابنة نطلع على الطريق نستنى عربية تمام وبعدين ابدأ العربية تيجي اوصل للقاهرة على سبعة ونص تمانية تمانية وربع حاجة كده اروح النادي الموضوع طول شوية يعني شهر ونص فبدأ يحصل لنا كولد صغير وعقلية صغيرة لا الامر بعد كده كنت روح لوحدك بقى نعم كنت روح مع احمد على طول احمد كان بيجي معايا يعني احمد كان على طول بيجي معايا ومرة ساعة عبدالله وعلي واسه احمد كان واخد النصيب الاكبر يعني اه فبدأت مش ازهق بدأت يعني يحصل لك نوع من هل الحلم ده ممكن يتحقق ولا صعب وكل هي ممكن يجي بفايدة اه بالضبط كده وبعدين ساعات بيصعب عليك برضو يعني كل شوية بتاخد من ابوك فلوس كل شوية بتاخد من ابوك فلوس يعني فالامر ومش انت كنت طفلة حساس اوى يا ساي انا يعني عندي شوية حاجات حتى في سنوى لما جيت اولى سنوي خدت اصعب قرار ممكن ياخدوا واحد عبدالك موسيقى